السلام عليكم الأولاد صباح الخير إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير راهي جات فترة الامتحانات رانا في شهر نوفمبر أغلبيت التلاميذ عدم امتحانات نهاية بداية ديسمبر كان يبدو نهاية نوفمبر وش الخدمة اللي لازم يديرها الإنسان فهذه الفترة وهذه الامتحانات حاجة موهضة لها في الحياة ولا ما نروحوش نجوزهم أصرن كمام يديروا شوية تلاميذ مع تخدوراي مهما كانت الثانوية اللي تقرعها ولا كنت مترشح حر ولا مهما كانت حالتك أنا نظم باللي الامتحانات مهمة بالنسبة لي حتى ذلك تلاميذ لم يشكوا ويقول لك الأستاذ مرة يجي مرة ما يجيش ولكن بعض الأستاذة اللي ربما ما يتمبعوش معه وما مش يسوي فيه معه خلي هذه المشاكل هذه جانبا وركز معايا ما فائدة الامتحانات شوفوا جماعة الإنسان هو جاي هكذا لو كان نخلوه نخلو الامتحان في آخر العام ما يخدمش وما يحبرش ما يجب؟ نجب أن يجعله مواعيد يقول لكي ما فالليكيب ناشيونال بالماضي ما يجعلك تكوب دافريك يروح يدر لي ماتش معه 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 تونس لي ماتش كبار ليش يحضر نفسه قبل ما تجي الموقعه نفس الشيحنا جماعة الامتحانات بالنسبة لينا هما مباراة ودية والباك هو المباراة الرسمية اللي ما يحضر في المباراة الودية ما يلحقش واشد شوف تلميذ غير يجيه فترة الامتحانات يبقى له شهر وش يبدأ يدير يبدأ يجهز نفسه يبدأ يشوف المواد الأساسية كش ما خصها إذا كان ما زل ما نطالقش في مواد تانوية يبدأ ينطلق في مواد تانوية يبدأ يبخل بوقته يحوس على وقت الفارق وليه يقعد يضيع في الوقت يروح للدار يجري يسهر حتى العشرة ومستعليل ولا لحداش إذن الامتحانات خير عظيم وعاميم ما لازم اشتراطيها انتحانات بغض النظر أنها تأجليا لما نحوس جيب لي المقطة في الامتحانات نحوس تعرق في الامتحانات نحوس تجتهد في الامتحانات إذا فاتك الاجتهاد في الامتحانات ما ركش تتحفز بحاجة وحد أخرى نورمال مول الامتحانات هي أعظم حاجة تحفز التنمية إذا ما نطلق تقرأ في الامتحانات وقته ذو يقولوا يا شيخنا مترشحين أحرار ومراسلات ذي الروح كامتحانات كيف ناس يكونوا يمتحنوا ذي الروح كامتحانات هنا هنا في تزاير مدرسة كورديزة باب زوار وشراكات ذي الامتحانات لكون ذي ضالي والمراسلة إذا تقدر تجي جوز معنا أروح سمعنا هذيك جوز معنا امتحانات ما تقدرش نبع طولك المواضيع تع كورديزة ذي الامتحانات وحلها في الظهر دير وقت مكتبها قدايا مكان فارغ وريح الامتحانات المهم الإنسان ما يستناش في آخر العام باش يختبر نفسه ما يستناش آخر العام باش يبدل جهد الامتحانات هي فرصة أنه الإنسان يقرأ شهر تعجد وشهر تعقرايا تعالصح بل قداع كما يقولوا في تولس بفهوم جماعة إذن خلينا من الحكاية هذه نستفاد من الأستاذ واني نروح الليسي ما شو ما مصلحتك جماعة من مصلحتك أنك تعجوز الامتحانات باش تخدم باش تافونسي باش تقرى شوية هذا ما كان وبعد النتيجة ما يهمناش في النتيجة تهمنا النتيجة النهائية صح الصح في الباق جماعة في النقطة ماشي في الجهد إذا في الجهد ما تبدأ الجهد كيف شها رح تجيب الباق جماعة بالتفقين لأولاد هذا بالنسبة للامتحانات مدبي التلاميذ داعي قاعدوا يسمعوني كام طعوا الجوزة الامتحان ما كحتوى تسدي يحكي لي حكاية ويعطيني سبب آخر بالنسبة للأدب العربي بما أننا رأنا في المرحلة الأخيرة هذا شارح يكون مكتف ويكون تأخدمه لأنه شارح يجوزه في الامتحانات وعلى بالي بالي التلاميذ يمزف يصحى ويحبوا يقرأوا العربية يدخلوا القناة التاعي يلقوا دروسة العوام بفاته أنا ما نخدمش بهم دروسة العوام بفاته مفتوحين لكن ما نهضرش عليهم ما نهضر غير على هذا العام ستدخلت للقناة العربية ترتيبا منطقية فيديو الأولاني في السنة هضرت على البرنامج وبعدها بيت مراجعة في منهجية البناء الفكري كيفية الإجابة على أسئلة البناء الفكري أعلمتكم كيف تلخصوا كيف تجيبوا على أسئلة الفهم على التلخيص على النطر على عواطف القيم من نزاعات الأفكار الأساسية أغلب الأسئلة اللي يجي في البناء الفكري في قاعدة مواضيع طالبة كالدرية علمتكم منهجية كيفية كيفية جوابوا عليها؟ بعدها انطلقت الدروس درت الدرسين وما كان ثلاثة دروس فصل أول وربعة بالنسبة للأدابيين عنها دايرين أغلب البرنامج درتدس الأول الشعر في عصر الضعف وحليت عليهم مواضيع تلخواه مرتب بالأرقاب وبعد الدرس الثاني النطر في عصر الضعف وحليت وحليت عليهم مواضيع وكان قديمة نعطيكم الرابط ديالها وبعدها دمارية سلسلة البناء لغوي خاش بزاف طلبوها بديت الفيديو الليولا تعسيل سلسلة البناء لغوي منهجية فيها برنامج باركوشو مكتوب هنا البرنامج ورح نبدأ اليوم ان شاء الله تعالى احنا بدأ ندير في الدروس بعض الدروس تعالبناء لغوي بعضها جديد صورتها الآن وبعضها قديم كيفاش تفيق باللي فيديو قديم؟ كيف تلقى شعاري طالة عرب لي عمي فت وكيف تلقى شعاري حابط عرب لي هذه تحفيفاتها بعض الفيديو قدم عجبوني الصوت مليح صورة مليحة تسجيل جيد لاحبك نعاود وكيف بعض الدروس احنا نعاودها انت متعتمدش على القديم احنا نعاود بحط لك كل شي الفيديوهات المرتبة سلسلة البناء اللغوي ندير فيها اعراب اللغتي اعراب تقديري جملة لها محل جملة ليس لها محل ودرس تعيدها وإذ وحينئذن ويومئذن هو الفصل اول وش فيه ومبعد اوش تسحقوه اتساق ونصيجام الحق الدلالي الاخ انا رايحين لها مشوية بعد ما ننصف البناء اللغوي فصل اولوه وهذه الدروس هذه جماعة ستكون بثيرة سريعة جدا مع انتها ماشي كمامول في ان ننشره غير بثنين وخميس احنا نقول ان ننشر تقريبا كل يوم القناة كورديزاد جماعة فارتاجي ماكسيموم الفيديو هادية لولاد باش لما كانش راح يمد قيمة الامتحانات تمدها قيمة باش الناس تلاميذوا بضيعين في العربية انه كيعارفوه وش رانا نديرو وبلي هاد القناة حيكون فيها برنامج كامل ما كانش قناة احد اخرى فيها كامل ملاخر جماعة هادي القناة الوحيدة اللي فيها برنامج كامل بالتطبيقات واللؤسات دم يخبوحتها معلومة زائد غير نكمل البرنامج وش راح ندير اح ندلكم بلايف مراجعة شاملة للفصل اول غير نكمل المراجعة جماعة لازم يكونوا سمانة لخرطة الامتحانات دلكم بلايف لحودوا نراجعوه في لايف مراجعة شاملة للفصل اول ونقول لكم مش يجي في الامتحانات الافكار الى اخره جماعة بتاع الولايات اللي حابين نجو عندهم في الولايات اح نفتح الولايات بعادة عنا نسكن في الزاير في العصيبة الولايات اللي بعد كين نقدر نروح لهم كين لي ما نقدرش وش راح ندير؟ راح نجي لقسنتينا عنابة وهران باتنا بعض الولايات هكذا ماشي غير هادو جماعة في كوموتر خلونا حسب الطالب عي طولين جي جماعة ماشي مشكي ورح ندير تانيك مراجعة في الزوم لما يقدرش ازع ما ي لما قدرش نروح عنده الولايات تاعهم وها عن بعد في الزوم خلونا جماعة مقترحات ديلكم ثم حسب الطالب بتاعكم ومتعليقات ديلكم لا هنتحفز ندير الزوم ولا ما نديرش ولا نروح ولاية بعيدة ولا ما نروحش هاد الأيام بإذن الله نطلق لكم برنا مستعيد وش من الولايات هنكون فيها؟ انتحانات وفي عطلة الشتاء وكيفاش التفاصيل تاع الزوم لأولاد انطلوا فروحكم ربي وفقكم جميعا ابتسم أنت لا استساجه